اشتركوا في القناة اسمع أيتها الأجرام الصاطعة يا معبودة الخلق أجمعين أيتها النجوم المتناثرة في صفحة السماء أنت غدنا تملكينه كما تملكين أرواحنا وأموالنا وتملكين العالم كله أدركينا نحن عبيدك المطيعون ماذا تعبدون؟ إليك عنا يا إبراهيم فحضورك يؤذينا أي الكواكب تعبدون يا ترى؟ أنا أرى أن أصطعها قاطبة هو كوكب الزهرة أعبد أجل الكواكب وأشرقها في هذا الكون ما الذي حل بإلهي الزهرة؟ ما لها أفلت وخب ضوءها قبالة ضوء القمر لا لن أعبد الزهرة بعد اليوم فقد غدا القمر إلهي إنه أكبر وأصطع ماذا تريد من عبيد الكواكب هؤلاء؟ أغرب عنهم أغرب عنهم أغرب عنهم أنا أيضا عبد مثلهم النجوم أفلت وأفل القمر أيضا لكن الشمس البازغة لا بد أن تسود الخلق إليك عنا ابتعد دع عبيد الكواكب وشأنهم أرى أن الشمس قد أفلت كالزهرة والقمر يا قوم إني لا أحب الآفلين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يا قوم إني بريء مما تشركون إن الله تعالى حي لا يموت لا بد أن أعثر على آلهة جديدة يا إلهي إن قومي جميعا أطاعوا إبليس الرجيم فعبدوا كواكب السماء ها؟ انظر سأقوم بذبحه قربانا للآلهة ولأفتدي غضبها أيضا لأنه أطاح بقدمه الصنم وكسره كان يلعب ويلهو فأصاب الصنم الأكبر برجله اليمنى فوقع أرضا وتحطم أي إله هذا الذي يعجز عن الدفاع عن نفسه؟ ولد صغير يطيح به؟ لست أدري أيهما ربي أهو الصنم المحطم أم هو ولد الذي حطم ربي؟ أذعنت كل الكائنات أنك أنت الله صانع الأكوان لا ريب أنك محدث هذا الوجود أنت في كل مكان حاضر حاضر الناظر فمتى يماط اللثام عن جهلهم يا ترى؟ أنا موقن أنك كائن وموجود مقتدر ربي أرني أرجوك أنك ترى مقامي وتسمع كلامي ربي أرني من فضلك ربي أرني من فضلك ربي أرني من فضلك أَوَ رَأَيْتَ كَيْفَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لِدَعْوَتِكْ أَعِنِّي اللهم أعني على أن لا أعينه إبراهيل أنا إبراهيل حامل الوحي الإلهي إن الله جعلك للناس إماما لتكون بشيرا ونذيرا ولتهدي من أشرك بالله إلى صراط مستقيم وليستدين للمنكرين أن لا إله إلا هو الفرد الصمم انتبهوا انتبهوا جيدا بهدوء بهدوء قربوه إلى هنا بهدوء على مهل بهدوء انتبهوا إياكم أن يقع الويل لك سوف أهد قصرا نمرود على رأسك هارباك ترجمة نانسي قنقر إني رسول الله الأحد إليكم جميعا يا سكان بابل إبراهيل أي فكرة تجول في رأسك رأس مليء بالأحلام رأس متمرد دائما أتود رؤيتي ألتمس أنا ألتمس أو تود رؤيتي أنوح إن حياتي وعائلة الهانية لن تكون ألعوبة بين يديك أيها النبي بعد ثلاثة أيام يقام احتفال تكريم الآلهة إنه يوم ميمون وأترقب حلول هذا العيد بفارغ الصبر وأعد الأيام والليالي فلا تنغس علي آزر اسمع كلامي جيدا إني سائلك عن الأصنام التي تعبدون أَيَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أو يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ حَتَّى يَضُرُّونَ نعبد أصناماً نظل لها عاكفين وجدنا أباءنا كذلك يفعلون ولو كانت جماداً بلا حياة سنبقى نعبدها على الدوام حتى نهاية البشر هل رأيتم ما كنتم تعبدون من أصنام؟ أنتم وأباءكم وأجدادكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب الكون العظيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني من جديد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين فهو الغفار الرحيم إنه قادر على كل شيء أود أن أختلي بنفسي غادر هذه البلدة على الفور أرجوك ارحل هارباك يخون إله آلهة بابل إنها كذبة كذبة إنه يرذب هذا الرجل يقول كذبا وهو مخادع ويجب طرده من البلاط أقسم إنه متآمر أخرج من هنا أيها الملعون سأنصرف أيها الوزير المعظم لكنني أولا سأكشف عن سر الخيانة الكبرى بوجود إله بابل الأعظم وكذلك سر تلك الغابة الخضراء أقسم برب آلهة بابل إني سأقتلك ارمياه خارجا لا أيها النمرود الأعظم اقتلني إن شئت لكن دعني أفسح لك عن السر الذي في صدري حسنا أترك إنه مجنون يحمل في صدره نزعة الثأر وسره ليس سوى الإساءة إلى حرمة الحاكم لا يوجد به علة سوى كره مولايا النمرود له في ذلك اليوم المشؤوم قررت التنزه فخرجت إلى الغابة رأيت فرسا ممشوقة القدي كشجرة السروي لم تكن الفرس غير سيدة بابل تختلي بهذا الحقير بين الأشجار لقد خانتك زوجك انتقاما لذب أبيها ولأجل أن تطيح بعرشك وبمملكة بابل ويحينها في خطتها أربعك لقد خاناك يا نمرود فلا ترأف بهما لا ترأف بهما أبداً لقد سمعتك أوبس أي صرف هيا أي صرف أي صرف يا رب الآلهة يا رب الآلهة لا دخل لي في هذه المؤامرة لا دور لي في هذه اللعبة ماذا يجب أن أفعل الآن ماذا أفعل ماذا أفعل هل أحاول الفرار؟ ستنهي اللعبة يجب أن تنهي هذه اللعبة يا هرباك أبهس فضح سرنا يا امرأة إذا أردت التملص مما وعدت به يا هرباك فسأجعل النمرود يقتلك بحيلة أدبرها أنا أحضر السيف أحضر السيف اغرب عني أردت أن تنتقمي لولدك وعشرتك خذي اقتليني الآن خذي خذي واقتليني لا 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 أيها النمرود العظيم اعفوا عني فأنا لا أزال أنفحك وإذا كانت باب لازالت تطيع أمرك فلأني أنا ذللت راك رقاب أهلها بحكمتي وحنكتي إن قتلي سيزلزل أركان مملكتك لا تخذلي أتوسل إليك سأعف عنك لأن باب لا تزال تحتاج إليك استبدل ثيابك يا صلوق فأنت ما زلت وزيرا أشكره قم قم لو كنت مكانك لما أخذتني الرأفة بأوبس مطلقا ذاهبون إلى المجمع أولا تريد مرافقتنا ربما سارا ستكون معنا سأبقى هنا لوت أخرج معهم ولكن إنها مشيئة الله أخرج معهم سأكون بخير بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا مرآء منكم ومما تعبدون من دون الله يا كبير أصنام هذا البيت أنت الذي تلي في مقامك مقاما مرور آجال وما الذي أدراكم أني أنا من حطم هذه التماثيل التي تعبدون؟ الشخص الوحيد الذي لم يغادر المدينة للمشاركة في المراسل سموك إبراهيم ابن أخي آزر نحات الأصنام المشهور ثم إن سكان بابي لرأوه هل هذه الفأس؟ هي فأسك يا إبراهيم؟ أعذني الفأس فلتقطع اليد التي تطعن نفسها بنفسها من دون خوف حتى ولو كانت من نسل آزر النحات قال لآزر إن البابليين وجدوا فأسا معلقة على كتف كبير الأصنام أولا تظنون أن كبيرهم هذا هو الذي حطم أليهاتكم؟ اسألوهم وليجيبوكم إن كانوا ينطقون الكل يعلم ويدرك بأن الآلهة لا يمكنها النطق كما لا يمكنها القيام بأي حركة أبدا أجل أجل أعلم إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضر إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثومة أفن لكم أفن لكم ولما تعبدون من دون الله إذن صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم يا إبراهيم أجل هذا يكفي هرباك أكتب العقابة التالية على لوح الخارجين على قوانين النمرود فلتضرم نار يرتفع لهبها إلى السماء وأكثر من الحطب وليحرق فيها النبي المزعوم سمعا وطاعة يا سيدي وسيحضر مراسم الحرق أهل مدينتي باب الوؤور جميعا مرحبا أوبس ها أنا ذا صريعك آزر سوف أبيع محترفي لم يعد لديك منافس احترق رأس مالي لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا شفاعتي لم تعد تنفع سقطت من عين النمرود إنه دورك الآن لتنطلق في النحت أوبس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة